أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول تمكين المرأة وحمايتها واحترام حقوق العمل في الصحة الإنجابية أنهوا أعمالهم بقرية بكرة بتنظيم الورشة وجاء ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة لأنشطة السكان الشراق عبد الرحمن رحمة وفتنا بالتفاصيل خلال سلاسة أيام أنهى المشاركون أعمال الورشة التدريبية التي نظمت من قبل وزارة الصحة العامة وبدعم من شركاء التنمية بالبلاد لصالح عمال إدارة صحة الإنجاب يهدف إلى دراسة وإعداد المشروع وتبادل الخبرات فيما تعلق بصحة الأم والطفل في منطقة الساحل لا سيما التحديات التي تواجه صحة الإنجاب وبهذا الصدد قال المدير العام والمكلب بالخدمات الصحية حميدة مخلوف بأن الورشة تعمل على تاهيل المشاركين حول سبل تحسين مجال صحة الإنجاب بالبلاد مؤكدا بأن ضمن الأهداف التي توصلت إليها دول الإقليم الست في إفريقيا الغربية والمركزية وهي بركينة فاسو وسحل العاج وأمالي وموريتانيا والنيجر وبالإضافة إلى تشاد حيث قرروا وضع مشروع حماية المرأة في دول الساحل وذلك لأجل وصول إلى الصحة الإنجابية معبرا بأن الوزارة عبر الحكومة بدعم وتمويل من شركائها سيبزلون كل ما بوسعهم في ترقية وتطوير مجال الصحة الإنجابية بالبلاد